بسم الله الرحمن الرحيم. عزائي الطلبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة قبل ما نخش في تصميم كنا عايزين ناخد شوية امثلة على ازاي بتاعي او ايه على الحوائط السندة. فاول مثال بيقول لي خمسة ميتر هايت ارتفاعها خمسة متر. ماشي. دي الجامر بتاعتي. والفاي بتاعتي الخمسة وتلاتين. يعني مالها افقية. يعني المية فين? بس عند المسافة كام? مرة تحسيرها فين? عند لو المية طلعت لفوق هنا حسيب لي يعني خلي مرة المية تحت كده وحسيب لي مفيش بقى مفيش ضغط مية. ولو المية طلعت كده تلاتة متر يعني بيقول لي لو طلعت لحد اتنين متر في السيرفس ايه الوضع? ومديني الجاما ساتيوريتت في الحالة دي اتنين بعشرين. فطبعا اول حاجة حسابة كي اكتف واحد مع الساين فاي على واحد زائد ساين فاي. والبي اكتف عبارة عن ايه? ما خلاص بقى ده هي عبارة ما هي الا حتة مسلس هنا. يبقى عبارة عن جاما في اتش في الكي اكتف. ادي الجاما بتاعتي الجاما ليب كامب سبعتاشر في الاتش في الكي اكتف. طبعا ايزا اجيب بقى المحصلة نص القاعدة في الارتفاع. يبقى نص في الكي اكتف في جاما في اتش سكوير. طلعت الفرص بتاعتي كلها بكام? سبعة وخمسين كيلو نوتل المتر. وهتبقى الارتفاع دي خمسة على تلاتة اللي هي التلت بتاعي. اما بقى المشكلة لو المية عندي جات هنا. لا الموضوع مختلف. اولا هتحسب دي بالجاما العادية بتاعتك. يعني هتجيب مين? نص الاولاني. عبارة عن مسلس دا. نص في ايه? في الكي اكتب? في مين? في الجاما في بتاعدي. خلاص جبنا الجزء بتاع المسلس دا. والتانية الجزء التاني لا ده حبارة عن مستطيل. فعبارة عن مين? في مين? في الجاما في اتنين اللي هو الارتفاع بتاعي. في مين? في تلاتة اللي هو مساحة المستطيل ده. يبقى جبت القرص برشار اتنين طب التلاتة ده مسلس يبقى نص القاعدة في الارتفاع بس هنا خلي بالك جاما لازم تبقى جاما ساب ميرجل جاما ساب ميرجل عبارة عن جاما ساتوريت النقص جاما ووتر طلعتها بكام باثناشر عندي كده خلصت لا لسه عندي مسلس المية اللي هو عبارة عن نص في جاما بتاعت الووتر تسعة وتمانية من عشر وتسعة واحد وتمانين في تلاتة سكوير لما تيجي تجمع ده زائد ده زائد ده زائد ده تلاقي الفرس بقى كام تلاتة وتسعين ش طيب لو انا عندي برضك مسألة تانية بقولي فجر اللي قدامك ده عندي هنا تربة السي بتاعتها بصفر والفاي بتاعتها بربعة وتلاتين لكن هنا تربة تانية ها جاما بتاعتها بكام باتسعة عشر والسي هنا لها قيمة والفاي هنا لها قيمة تانية وده اللي ارتفاع تلاتة متر وده اللي ارتفاع مين اتنين متر عايزين نحسب الاحمال بتاعتي فانا عملت ايه ادي عندي الجزء اللي فوق ده لاحز ان هو ماله ده يعتبر مفوش سي فعبارة عن مسلس بس فطلعنا جاما في زد في الكي اكتف بكام بصفر والتانية عبارة عن جاما في اتش في كي اكتف بكام دي اول مقتل لها عنده مقتل لفوق دي صفر مفيش حاجة لكن هنا جاما في اتش في الكي اكتف بتاعتي بعدين نزلت التحت لا استنى بقى ده التحت انت عندك حاجات كتير قوي ايه بقى فيها ايه اولا جاما واحد في اتش واحد في الكي اكتف اتنين ده فيها سي يبقى نقص اتنين سي جزر مين الكي اكتف ده كله مين مستطيع فاهمني ازاي؟ ويبقى الاسي ده ناقص ده اطلعه كام؟ 36 بتاعي اللي هي القيمة اللي عندي. يعني عندي ده اربعة اتنين واثنين من عشرة شايفوا الحتة دي؟ اهي. لكن دي كام؟ 36 وستة من عشرة. ابتدي اعمل ايه بقى? اقسم بقى عندي هنا مستثلس ومستثيل ومستثيل ومستثلس عندي اقدر احسنين القيمة بتاعتها. وقدر اطلع الاي اكتف طلع في الاخر كام؟ 71 وستة من عشرة. ومسالين بساط جدا ممكن ترجع للمراجع عشان تشوف امثلة اخر لحساب الارث بريشر بتاعنا. شكرا.